اشتركوا في القناة وقد عرفته التجارة قديما فكانت تدر منه ربحا وفيرا جالت لعجله البحورة والأقطار لعرض بيعه وشرؤه ولا يزال حتى اليوم مطلبا للكثير من المستهلكين ولكثيرا من الصناعات فوض صحية عظيمة لتناول اللبان الذكر يتميز اللبان الذكر بيحتوي على مادة الكورتزون العضوية والتي تعد علاجا سحريا للعديد من الأمراض لذا دخل اللبان المجالة الطبية قديما من أوسع بابه إذ إن وجود هذه المادة فيه يعد ميزة إذ أنها غير مصنعة تجاريا مما لا يترك آثارا جنبية ضرة وخطيرة فوض صحية اللبان الذكر من النحية التجميلية يستخدم اللبان الذكر في إنتاج المواد التجميلية التي تعني بشدة البشرة ويغليق المسامات فيها وتفتحها وزيادة نعمتها والتخفيف من حدوث التجاعدة وكذلك في علاج حب الشباب والتخلص من بقية وأثر الندبات والحروق الفوض العلاجية لتناول اللبان الذكر يستخدم اللبان الذكر في علاج بعض الأمراض التنفسية المزمنة مثل الأزمة والربو الشعبي وحساسية القصبات حيث يذهب بالماء ويشرب على الريق ليساعد على تخفيف حدة السعيل وتسهيل خرج البلغم والتخلص منه كما يخافف من حدة الاحتقان الحاصل في الجوب الأنفية والشعب الهوية والقصبات ويعتبر مضاد للالتهابات ونزلات البرد التي تصيب الجهاز التنفسية يستخدم اللبان الذكر كمطاهل الجروح والالتهابات الجلد الخارجية يلعب مضغيه دورا هم في انخفاض ضغط الدم حيث يعتبر مدر جيد للبول يستخدم اللبان الذكر في تهدات العصابة ودخول الجسم في حالة من الروحة والاسترخوع يوالج اللبان الذكر العديد من أمراض القولون العصبي التكرحية حيث يساعد على طرد الغازات ينظم اللبان الذكر حركة العضلات الهضمية المحيطة بالأمعية والقناة الهضمية مما ينعكس على تنظيم عملية الهضم في الجسم كما أنه يسمى في تغفض حدة حمولة المعدة وتنشيط إفرزات الصفراء وتحسين الحركة المعوية لتسهيل مرور الطعام خلال القنوات الهضمية يعود مضغيه دورا على الفم بالعديد من الفويد ومن همها تطيب راحة الفم تطهير الفكين وتقوية اللثة توفير الحمي من التسويس نظرا لفعاليته بالقضاء على الميكروبيتة والبكتيريا يرخي عصوب الفكين مما يخفف من علام الأسنان فله نفاذية كنفاذية القروم في الوفاعليته ينظم لبين الذكر درجة حرورة الجسم وخصوصا في حالة التعرض للإصابة بالفيروسات والعدوى ينظم فرزة الهرومات الجنسية الانثوية مما يساعد على تنظيم الدورة الشهرية والوقاية من حدوث تكيوسية المبوض والأوروما الرحمية يساعد في تخفيف مستوى السكر في الدم لمرضى ارتفاع السكر استقرامات اللي بين الذكر في المجال الصناعي يستخدم في إنتاج البخور وعدد من العطور الصلبة يدخل في صناعة الكحل حيث يخلط ممطحون حجر الإثمد يدخل في صناعة المودة الإسعافية الأولية يدخل في صناعة المودة الشمعية متابعين الكروم إذن لهذا الموضوع لعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى